تحديد تكلفة مصادر التمويل سنبدأ بتحديد كل مصدر من مصادر التمويل وبعد ذلك سيتم عملية احتساب ما يسمى بتحديد كلفة المرجحة لرأس المال أول مصدر من مصادر التمويل هو حسابات الدفع أو ما نسميه نحن بالذمم الدائنة أو ما يطلق بعليها دائنون زائد أوراق دفع يقصد بحساب الدفع الإتمام التجاري الذي يمنحه الموردون يعني أنا لم أشتري بضاعة بالآجل هذا يسمى إتمان تجاري ومدة في الغالب لا تزيد عن سنة هل الكلام هذا دائما بأن مدة الإتمان التجاري لا تزيد عن سنة هناك من يقول أقل من سنة وهناك من يقول أكثر من سنة الذي يحكم ذلك طبيعة النشاط فمثلا الأنشطة التجارية معروفة أنها لا تزيد عن سنة لكن فيما يتعلق بالإتمان التجاري لسلع صناعية بالعكس أحيانا تكون ماله أكثر في القطاع العام تكون ماله عدة سنوات سواء كان ذلك في سورة حساب مفتوح يعني إتمان التجاري يكون في سورة حساب مفتوح وهو حساب الدائني أو في شكل كمبيالات وسندات إذنية ويطلق عليه أوراق الدفع من الملاحظ في الواقع العملي أن منح الإتمان بين التجار وبعضين بعضا لا يحبه ارتفاع في الأسعار غالبا يعني بمعنى آخر نتيجة الفترة الزمنية المصاحبة لعملية البيع قد تكون بنفس سعر البيع نقدا وإنما يكون منح الإتمان بمثابة خدمة يقدم المورد من أجل الارتباط بالعميل بل أحيانا يمنح العميل خصما لتعقيل الدفع بما يؤدي إلى خفض سعر السلعة ما نسميه نحن بالإتمان التجاري فمثلا نحن بعض ما يتم إيراده من أنه أنا ممكن أمنحك مثلا 10% إذا انت بتسددنا في خمسة أيام هنا أيام هذه هذه يسموها أيام الإتمان ولك مهلة يسموها نت أو صافي 30 يوم إذن هذه بالنسبة الخمسة الأيام قراء التعقيل بالسداد والحصول على ما يسمى بخصم الإتمان التجاري ولكن مهلة السداد النهائية هي تكمن في 30 يوم فهنا بعض التجار يفاضل أو يتم المفاضلة أنه قد تجرم نحو ملاؤه بهذه الكيفية بعضهم لا قد يعطي 15% و10 أيام ويعطيه فترة لنهاية الاستحقاق 60 يوم في هذه الحالة في حالة ما إذا كنت أنا مشتري وأقوم بعملية المفاضلة ما بين الخصم التجاء الإتماني ومدة الإتمان ومهلة السداد النهائية أختار البديل ليش؟ البديل الثالث لهذا فإن التمويل عن طريق حسابات الدفع أقل تكلفة من المصادر الأخرى بل بعض الكتاب يعتقد من أن التمويل تمويل مجاني ولكن في غالب الأحيان وخاصة في وقتنا الحاضر نجد مهم إذا كان هناك مهلة لآلية السداد أو فترة زمنية تفصل ما بين دفع المبلغ المتعلق بشراء السلعة فأكيد أن هناك سيكون فارق ما بين الشراء نقدا والشراء بالآجل نأتي إلى البديل أو المصدر الثاني من مصادر التمويل الذي سنحتسب كلفه وهي المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة هنا بعض الكتاب لا يعتبرون هذا المصدر بأنه مصدر من مصادر التمويل مبالغها بالكاد تكون محدودة وخاصة في المنظمات التجارية والصناعية نلاحظ من أنه مبالغ المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة وبالتالي لا يعد عليهما كلفة برغم أنهما يعتبرون من مصادر التمويل كما قلنا لأن مبالغهما ماله مبالغهما صغيرة وكلما زاد المشروع من قيمتها كان أفضل لأنه يمثل تمويلا ماله تمويلا مجانيا فلهذا نلاحظ من أنه مصروفات مستحقة كالذراءة المستحقة وغيرها أو إيجارات يتم دفعها مقدما في بداية العام لكن ما يتم تخصيصه ودفعه في مراحل من خلال السنة هو أقل من ذلك وبالتالي يتم استثمار ما تبقى من تلك المبالغ في الجانب التشغيلي المصدر الثالث وهي القروض والسندات فنلاحظ من أن القروض والسندات تعتبر مصدر من مصادر التمويل ومعلوم أن أي بنك يمنح قرض من القروض لا بد من أن يحتسب عليها كلفة كذلك عند إصدار السندات لا بد من احتساب كلفة ما يسمى بكلفة السند أو يسموها يطلق عليها الكوبون يعني الكوبون هو مبلغ فائدة السند وبالتالي أنت ملزم خلال عمر السند من عملية سداد ما عليك من إجزامات متعلقة بالفائدة وكذلك ما يتعلق بعملية مبلغ سداد أصل السند هنا من المعروف أن الآثار القانونية القروض هي نفسها الآثار القانونية للسندات وبالتالي فإن علاقة المقرض للمنظمة كعلاقة حامل السند بمعنى أن هنا حامل السند دائما حامل السند نلاحظ من أنه في نهاية كل سنة يأتي بالكوبون ويأخذ مبلغ الفائدة هنا بالنسبة للمقرض بحسب العلاقة أو بحسب الشروط المتعلقة بالقرض يتركز الخلاف بينهما في طريقة الحصول على كل منهما وإجراءات ذلك بالإضافة إلى طريقة السداد والنظامه طبعا لأنه كل منهما مصدر مصادر فالشروط كما يقال العقد شريعة متعاقدين وما يتضمنه شروط عقد القرض أو الشروط المتعلقة بالسندات باعتبارها مصدر مصادر التمويل ويقصد هنا بالقرض كما تكلمنا من قبل كافة القرض التي تحمل المنظمة بفوائد معينة سواء كانت تلك القرض قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بالنسبة للقرض قصيرة الأجل تندرج ضمن المطلوبات المتداولة والقرض طويلة الأجل تندرج ضمن القرض طويلة الأجل وكذلك أحيانا بعض الكتب من يضيف السندات ضمن المطلوبات طويلة الأجل تتمثل تكلفة القرض والسندات في معدل الفوائد إذن معدل ليش؟ معدل الفائدة هنا معدل فائدة المتفوعة لأصحاب هذه القرض وأثرها على القرض هنا بالنسبة لمسألة القرض والضرائب من المعلوم أن حتى وإن كان لدى المنظمة قدرة مالية على عملية الاكتفاء الذاتي لتمويل مشروعاتها إلا أنها تلقاء للقرض في غالب الأحيان لما يترتب على تلك القرض من الحصول على ما يسمى بالوفر الضريبي وبالتالي هي تستفيد وبالتالي وهذا ما يظهر في قائمة الدخل كما نحن نعلم من قبل أن قائمة الدخل تتضمن بعد صاف الرمح التشغيلي نخفض منه الفوائد المتعلقة بالقرض فتصبح المبالغ الناتقة عن عملية طرح الفوائد من صاف الرمح التشغيلي يطلق عليها صاف الرمح قبل خصم الضرائب فيقل هذا المبلغ نتيجة زيادة مبلغ ليش؟ خصم مبلغ الفائدة من صاف الرمح التشغيلي وبالتالي تصبح هناك المبلغ الخاص عن الضريبة ينخفض وبالتالي تنخفض مبلغ الضريبة وعليه تنخفض صاف الأرباح ويجب هنا مقارنة دائما تكلفة مصادر التمويل وكذلك مقارنتها بمعدل عايد على الاستثمار قراء الحصول على تلك التمويلات حتى يمكن إتخاذ القرار الخاص بالالتجاء إلى القروض يعني أنا قبل ما اقترد مثلا من بنك من البنوك أجي شوف نفسي كم كلفة القرد إذا كانت كلفة القرد تفوق ما تم احتسابه من معدل عايد على استثمار مبلغ القرد في هذه الحالة أنا أفاضل ما بين تلك الجهات وفي حالة عدم وجود مشاكل قم بعملية الحصول على القروض أو أبحث عن مصادر بديلة في حالة وجود مشاكل متعلقة فقط متعلقة بكم كلفة المصدر وارتباطه بمعدل العايد فإذا كانت الكلفة أكبر من معدل العايد في هذه الحالة ألقى إلى مصدر بديل آخر تكون كلفته أقل وتحقق لعايد على الاستثمار أعلى